السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبائي ابن طلاب وطالبات الشهادة الثانوية دفعة 24 الناس اللي هتنسى ان شاء الله في المرحلة التالتة الحقيقة شباب ان شاء الله هتلحقوا كليات وكليات جميلة وفيه فرص على فكرة بالنسبة للمعاهد فرص ممتازة جدا 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 الفكرة انك انت ترتب الرغبات بتاعتك ترتيب منطقي على حسب برضو ميولك وخدراتك ولو انت اول مرة تشاهد القناة تشرفني بالاشتراك ودوس لايك وتنساش تفعل كرص عشان يجي لك كل جديد وانشاري الفيديو عشان غيرك يستفيد فيه عندنا كلية جميلة جدا اسمها تربية طفولة تربية طفولة مبكرة تمام كده او تربية تعليمي ابتدائي طبعا كلية تربية التعليمي اللي ابتدائي من الكليات الجميلة جدا بتتخرج منها مدرس ابتدائي في مختلف المواد الدراسية والحقيقة برضو دي جميلة عندنا بقى تربية طفولة مبكرة وطبعا دي من الكليات المتخصصة بالنسبة للأطفال وعندنا كمان كلية تربية طفولة زي ما وجود عندنا كده في السويس تمام كده الحاجات دي برضو هتلاقيها ان شاء الله في المرحلة التالتة زي ما قلت لحضراتكم كده ان هذه الكلية بتلاقي لها اختلافات مبين الجامعات يعني هتلاقي رياض اطفال طفولة مبكرة تربية طفولة كلهم قريبين من بعض يا شباب طبعا سبب الخلاف ليه لان طبعا كان فيه كلية رياض الاطفال لوحدها وكان فيه كلية طفولة لوحدها من حوالي 3 سنين بقى رأيت بعض الجامعات تغير في السيستم بتاعها وجامعتهم فيه كلية واحدة وبقى الموجود في معظم الجامعات دلوقتي بقى كلية تربوية مستقلة اسمها تربية طفولة مبكرة يعني لو رأيت بقى رياض اطفال او طفولة مبكرة او طفولة كلهم قريبين من بعض الكلية شباب موجودة في 11 جامعة حكومية هي جامعة المينيا والفيوم والاسكندرية وجامعة اسيوت وجامعة باني سويف وجامعة المنصورة وجامعة برسعيد وضمنور والزأزي والسويس وجامعة القاهرة تمام كده؟ الكلية دي بنات بس وطبعا وحضراتك بتقدم الكلية بيكون في اختبار حاجة شخصية كده اختبارات شخصية بسيطة جدا وبيكون طبعا في ورقة بتمليفها الرغبات بالنسبة للأقسام تمام كده؟ التخصص بيكون في اول سنة الكلية اربع سنوات تمام كده؟ والأقسام رياض اطفال من سن اربع سنين لست سنين اللي هي الكيجي بتدرس فيها معرومات عن الاطفال عامة ولكن التركيز بيكون على هذا السن وعندنا رياض اطفال انجليش هي رياض اطفال بس الدراسة باللغة الانجليزية شغلك اكتر بيكون في مدارس اللغات تمام كده؟ بتكون درجاتك في اللغة الانجليزية لازم تبقى كويسة والمصرفات بتبقى زيادة عندنا بعد كده قسم حضانة والقسم ده قبل اربع سنوات الدراسة عن كل حاجة تخص السن ده عندك بعد كده تربية خاصة الدراسة عن ذوي احتياجات والتربية الخاصة السن مش مهم هنا لانك انت بتتعامل مع اعاقة عقلية او توحد بمعنى ممكن الدراسة تكون لخمستاشر سنة عادي الموضوع بيتقسم هنا بيبقى كده زي ليفلز مش سنوات نيجب بعد كده للمواد اللي انت بتدرسها مواد طبعا نفسية تاخد بقى علم النفس ونظريات علم النفس وملاحظة الطفل ونفسيته وتحركاته والحاجات دي وتاخد مواد طربوية بستراتيجيات طربوية اصول تربية الطفل التربية ونظرياتها التعليم والتكنولوجيا تمام كده بتاخد مواد عامة تاخد فيها اساسيات زي العربي والعلوم والرياضة والانجليش وتعملوا بقى لعب ولوح وسائل وكتب وكصص بانواحها وبرامج على اللاب وتصوير ومسرحيات والمسرح نفسه تمام كده ومجسمات كمان قسم التربية الخاصة ده بيبقى فيه مواد زيادة عن بقية الاقسام شوية وبتدرس فيه الطفل العادي وطفل ذوي الاحتياجات الخاصة من نفس المادة ونفس الكتاب العادي بتعرفي فيه فئات ذوي احتياجات التعليم بتاعهم ازاي المشاكل اللي بيقابلوها ازاي بتعالج الكلام ده كله كمان تربية خاصة بيكون فئة تخصص تاني من سنة تالتة كلية نقطة مهمة جدا في الكلية انها بتحب يعني الشغل العالي الشغل الجامد تمام كده بالبلدي فيها مرمطة عادي خالص طبعا ان الواحد بيشتغل بتعمل مجسمات مشاريع شغل حياة كتير كل ده عشان تقدر تشتغل بطريقة كويسة وطبعا بتحتاج خمات فبتقدر تشتريها طبعا بفلوس حضرك فعايزة طبعا مصر وفاق الامتحانات بتفرق من جامعة لجامعة لكن غالبا الامتحانات بتبقى كويسة بالنسبة للتربية العاملي بتكون في سنة تالتة ورابعة عبارة عن يوم في الاسبوع بتنزلي فيه مدرسة بتكوني مسؤولة عن اليوم ومعاك المديرة والمعيدة بتتابعك وممكن الدكتورة مرة او اتنين بتتابعك بردو وبعدين بيبقى فيه تقييم اخر السنة الكلية مش بتكون بنفس التفاصيل في كل الجامعات لانها بتفرق على حسب بقى قدرة وميزانية كل جامعة في توفير المساحة والاقسام والدكاترة تمام كده فمهم جدا لما تدخل على الويب سايد بتاع الجامعة تشوف الاقسام والدراسة بتاعتهم هتعجبك ولا لا قبل ما تكتبي اي حاجة برضو المساحة ممكن ما تبقاش كويسة ببعض الجامعات مو بيكونش بتوفر قاعد كتيرة الشغل غريبا بيكون في حضانات او مدارس خاصة او حكومية وبيختلف في المراتة من مكان لمكان لكن الكلية بتعليمك مهارات كتيرة فلازم تكون يحب الفكرة وحب هذا المجال مجالات شغل طبعا قسم تربية خاصة بتكون مفتوحة شوية مش مقتصرة على الحضانة او المدرسة ممكن تشتغل في مراكز دول احتياجات الخاصة او الرعاية الخاصة ليهم وهكذا بمناسبة كليات تربية طفولة او تربية طفولة مبكرة او رياض الاطفال وجدهم اقربين جدا من بعض الحقيقة هذه الكلية من الكليات انا بعتبرها من الكليات القمة في المرحلة التالتة لو بصنا برضو يا شباب هنلاقي برضو حاجة جميلة جدا عندنا بعض الكليات زي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية طبعا هذه الجماعة جماعة حكومية تكنولوجية بتقوم صرفاتها عالية شوية طبعا الكلية ده على فكرة كانت من فترة بتاخد من خمسين في المية النهاردة هم وصلت لماتين تلاتة وستين ونص السنة اللي فاتت تمام كده يا شباب يعني من المتوقع السنة دي انها تعلق وممكن على فكرة ما تنزلش مرحلة تالتة ده بالنسبة لكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة زيها برضو الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة باني سويف التكنولوجية تمام يا شباب ده برضو الكليات دي من الكليات الجميلة تخصصاتها على فكرة فوق الممتازة تخصصاتها مستقبلية يعني عند الكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة مثلا جامعة القاهرة الجديدة فيها 6 برامج التكنولوجيا المعلومات والاتصالات نقل ومعالجة البترول الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية في باني سويف مثلا الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة فيها 5 برامج تكنولوجيا الميكاترونيكس تكنولوجيا الأوتوترونيكس تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية طبعا يا شباب بيتم التدريب في مجمع الفيوم التكنولوجي وفي مصانع السويدي توشيبا يعني الحقيقة برضو الكلية ديت التكنولوجيا من الحاجات الجميلة تمام كده يا شباب؟ تمام يا مستر نجد الحبيب من علم الرياضة الناس اللي ملاحقتش كلية الهندسة عندك بقى معاهد عالية هندسية المعاهد دي على فكرة بتديك باكاليريوس زي الهندسة بالزبط ولكن بتكون طبعا بمصرفة بتظهر لحضرتك وانت بتنسى عندنا طبعا كزا معهد موجودين معانا ممكن هتلاقيهم في المرحلة التالتة عندك معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المينية الجديدة معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم تمام كده؟ عندنا حاجات كتير يا شباب هتلاقي زي ما قلت لحضرتك كده كزا معهد وبياخدوا كمان من طبعا مجموع قليل ودي فرصة كويسة لناس اللي حابة كلية الهندسة نيجي بعد كده يا شباب الناس اللي عايزة تخش كلية عندك كلية الحقوق من الحاجات برضو الجميلة برضو مستقبلها كويس لو انت حابب هذا المجال كل دي من الكليات الجميلة عندك بعد كده يا باشا برضو عندك كلية الاداب كلية الاداب هتلاقي مثلا منها كالنازل السنة اللي فاتت مرحلة تالتة اداب انتساب موجه القاهرة 258.5 هتلاقي كزا اداب وهتلاقي كمان اداب طنطة 257 طبعا مستر ايه الفرق من اداب مثلا طنطة هو اداب انتساب موجه طنطة الفكرة يا شباب في المصروفات انت في النهاية هتاخد مثلا لصنس اداب تمام كده ولكن الفكرة كلها ان اداب طنطة خلت مثلا من 257 ممكن تلاقي اداب انتساب طنطة تاخد من المجموعة اقل من كده بس بتدفع مصروفات اعلى هاي دي الفكرة يعني الانتساب بياخد مجموعة اقل ولكن بيدفع مصروفات اعلى تمام كده يا شباب تمام يا مستر وعندنا برضو معها دي الجزيرة العالي للهندسة تمام وبالنسبة برضو لحبيبنا علم الرياضة عندنا كليات الزراعة برضو ما نقدرش ننساها برضو كليات الزراعة جميلة بالنسبة لعلم علوم وعلم الرياضة بس طبعا هنا هنلاقي كليات الزراعة بالنسبة لعلم الرياضة وادي برضو كلية تكنولوجيا الصناقة والطاقة جامعة الديلتا تكنولوجيا تمام وعندنا كليات الاداب نحب بعد كده اشباب بقى نلاقي كليات اية كل تربية نوعية على فكرة من الكليّات الجميلة الكليه ده يتفي اغلب الجامعات بتتقسم لسته اقسام تربية فنية موسيقا تكنولوجيا التعليم اعلم تربوي اقتصاد منظلي وعلم تربوية ونفسية تمام كده? عندك مثلا قسم زي قسم اقتصاد منزلي وده بتدرس فيه مواد عن التغذية والاكل والملابس والتفصيل والتطريز وتصميم الملابس كمان بتدرس كيميا وفيزيا ورياضة ومواد ادارة وبتشتغل مدرس اقتصاد منزلي او اخصائي تغذية او مصمم ملابس وممكن شركات لو كان فيه تركيز على مواد الادارة دلوقتي عندنا بقى طبعا قسم اعلام والقسم ده فيه شعبتين صحافة ومسرح في سنة اولة وتانية بتدرس مواد خاصة بالاعلام والمسرح وفي سنة تالتة بتختار اما صحافة فتتخصص في دراس الصحافة او مسرح وده بتدرس الاخراج والاضاءة والتأليف والنقد والتحليل والتصوير طب مجال الشغل ايه؟ الصحافة طبعا تشتغل في الاعلام المسرح بتشتغل فيه المسرح والاخراج والكلام ده كله تمام؟ نيجي بعد كده يا شباب لقسم جميل جدا قسم التكنولوجيا القسم ده فيه شعبتين شعبة عامة وشعبة حاسم بتدرس في اولة وتانية كل المواد المتخصصة بالكمبيوتر زي البرمجة والمونتاج والتصميم وصيانة الكمبيوتر والمصغرات الفيلمية وتكنولوجيا التعليم واستخدامها في التدريس وفي سنة تالتة بتختار بقى يا شعب عامة يا شعبة حاسب شعبة عامة وده بعد ما بتتخرج بتشتغل اخصائي غرف الكمبيوتر تمام؟ في المدرسة مثلا وفيها بتدرس طبعا اجهزة العرض وخلافه شعبة حاسب وده طبعا بتبقى مدرس حاسب وبتدرس كل المواد المتخصصة بالكمبيوتر والتكنولوجيا بتدرس في المدارس وفي الشركات التشعب العام وحاسب مش بيبقى في كل الجامعات بتدرس كمان مواد حرة شوية زي الفهرصة والتصوير الفوتوغرافي والازاعة بالاضافة لمواد التربوي القسم ده عملي جدا عندك بعد كده قسم العلوم التربوية والنفسية هو عبارة عن مجموعتين المجموعة الاولى بيسموها المقررات التربوية النوعية التخصصية زي تاريخ التربية الفنية ونظرياتها مبادئ تدريس التربية الفنية طرق تدريس التربية الفنية علم نفس التربية الفنية وهكذا فنون اطفال وبالغين وفنون الفئات الخاصة والمجموعة التانية بيسموها مجموعة المقررات التربوية زي مدخل العلوم التربوية مدخل العلوم النفسية المناك وطرق التدريس علم نفس النمو وعلم نفس التعليم الى اخره قبل طبعا ما تكتب كلية التربية النوعية اشوفها هي متوفر فيها القسم اللي انت عايزه ولا لا? وسنة تالتة ورابعة طبعا بيقى فيه تربية عملي بتنزل المدارس المختلفة وفي المشروع بيتسلم في اخر السنة. طبعا هتقدت الشغل بقى مدرس في المدارس او بوقت الشغل في الشركات. ممكن تدي كورسات حاجة زي كده يا شباب كتيرة ما جعلتها الحقيقة فوق الممتازة دي كلية تربية نوعية وهتلاقيها طبعا في اماكن كتيرة. يبقى عندنا كمان يا شباب من ضمن الكليات زي ما قلنا كليتها التربية النوعية. وعندها طبعا كليات الاداب واقسامها الجميلة ما نقدرش ان احنا ننكرها. طيب في ناس بقى كانت تعلم علوم وفاتها للأسف طبعا كليات التمريد. تمام هل ممكن يلحقوا حاجة زي كده عندك المعهد الفني للتمريد بمستاش فواد النيل. خد استنى اللي فاتت من 250 درجة. وعندك المعهد التكنولوجي للتمريد ببني سويف خد برضو 250 درجة. المعهد الفني للتمريد بتعواد النيل ده بالقاهرة للبنات فقط يا شباب. المعهد بيكون سنتين بعدها ست شهور بتكون امتياز. بتتخرج بيكون معك دبلوم فني تمريد. بتقدر تشغل بقى في المستشفيات الحكومية. في المستشفيات الخاصة ممكن تشغل في مستشفى وادي النيل. بيوفر لك سكن داخلي وممكن كمان تكمل بعد كده كلية تمريد بعد المعهد. بشرط تكون جايب امتياز. المصاري بتبقى مجانية لانها من حدراسية بالكامل. والمصروفات بيكون مصروفات ادارية بسيطة. ممكن برضو تراجع موضوع المصروفات ده مع مستشفى وادي النيل. اما عن المعهد التكنولوجي بين السوفة يا شباب المعهد اربع سنوات مرحلتين. ممكن مرحلة اولى سنتين. وبعدها ممكن تشتغل ويكون معك دبلوم فني تمريد. ولو حبيت بقى تكمل تجيب تقدير جيد على الاقل وتكمل كمان سنتين بتاخد بكاليريوس تمريد. ولو جبت جيد جدا ممكن تكمل كلية تمريد حكومي. وهي معك كمان باكاليريوس في التمريد. بتاخد فيه طبعا اساسيات التمريد. تمريد الاطفال. تمريد البالغين. المسنين. الجراحة العامة. البطنة العامة. التمريد النفسي. علم التغذية. تمريد صحة المجتمع. الادارة في التمريد. تمام كده يا شباب وهذه المعاهد معاهد طبعا معتمدة. تمام يا شباب احنا كده بنتكلم على علم علوم وعلم الرياضة. الفرص اللي موجودة في المرحلة التالتة. تمام؟ واللي ما بيلحقش كلية بنقول ايه هي او ايه هو البديل بتاعها. كل دي يا شباب حيات كتير موجودة معانا في المرحلة التالتة. برضو من الكليات الجميلة يا شباب اللي موجودة معانا في المرحلة التالتة كلية اقتصاد منزلي. ولو انت اول مرة تشاهد الفناة تشرفني بالاشتراك ودوس لايك وتنساش تفعل القرص عشان يجيه لك كل جديد وتشاري الفيديو عشان غيرك يستفيد. وطبعا برضو في حاجة فوق الممتازة يا شباب. عندنا كلية علوم صحية تطبيقية اللي هي موجودة في المرحلة التانية ودخل دلوقتي على اول المرحلة التانية. تمام كده يا شباب. عندنا المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية. ده سنتين زعت سنتين. يعني ايه سنتين? سيادتي خلصتوه ممكن تشتغل وممكن تكمل كمان سنتين. طرح ما حقاقت فيك الشروط تقدر تكمل كمان سنتين. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية كان واخد السنة اللي فاتت مئتين تسعة وتلاتين ونصف. حتى لو زاد السنة ممكن يوصل لمئتين ستة واربعين ولا حاجة برضه يكون معانا ان شاء الله في المرحلة التالتة. والحقيقة جميل جدا وعندنا برضو المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشيربين. والمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف. العلوم التطبيقية دي شباب مجالاتها جميلة جدا في الشغل واقسامها جميلة جدا وكتيرة لذلك هتلاقي لها شغل كتير. وعندنا كمان المعهد التكنولوجي العالي للعلوم التطبيقية موجود في المينيا تمام كده يا شباب كل الحاجات دي ان شاء الله هتلاقيها معاك في المرحلة التالتة. لو عدت بقى تكلم اكتر من كده كمان هقولك ان انت عندك منجم بالنسبة للمعاهد. عندك معاهد فنية صناعية او معاهد فني ري وصرف ومساحة. المعهد دي على فكرة سانتين معاهد حكومية مصروفاتها بسيطة اكتهت تفاوغت فيها تقدر ان شاء الله تخش كلية الهندسة. الناس اللي فاتتها كلية الهندسة ممكن تلحقها دلوقتي وتعوض ان شاء الله اللي فات. عندنا كزا يا معهد بالنسبة للمعهد الفنية الصناعية او المعاهد بتاعة الفني ري وصرف ومساحة. طيب واحد مش حابب هذا المجال. في مجال تاني يا مستر. في مجال تاني. عندنا المعهد الفنية التجارية. سيادتك برضو ربنا يا كريمة كده تكتهد فيها تخش كلية التجارة. تمام كده برضو للناس اللي فاتها كلية التجارة. قدر من قولي يا شباب على البدائل المختلفة بالنسبة للكليات المختلفة. طب الحد برضو يسألني يا مستر لو سمحت انا كان نفسي خش كلية الاداب مسلا تخصص لغة انجليزية. انا فاتني كلية الاداب. ارجو اقول لك. خلي بالك عندك معاهد عالية لغات وترجمة. تمام كده. المعهد دي برضو على فكرة بتتخرج منها. معاك لصنص في اللغة المختلفة او اللغات المختلفة التي انت بتدرسها. تمام كده عندنا في المؤطم. وعندنا كمان المعهد العالي لغات بمصر الجديدة. عندنا معاهد كتير يا شباب بالنسبة للغات. وبتاخد برضو من درجات منخفضة يا شباب. وفي النهاية بيبقى زيك زي الكلية. لان المعهد ده اربع سنوات. بس طبعا ده بيكون بمصروفات. لو حابين نتكلم على زي المعاهد بقى مصروفاتها ايه وتخصصاتها ايه. ممكن تكتبونا في التعليقات يا شباب. تمام? تمام يا مستر. نيجي بعد كده يا شباب عندنا بقى قيمة كبيرة من المعاهد بتاعت النظم والمعلومات. برضو المعاهد دي اربع سنوات. معاهد عالية جميلة ممتازة. بتتخرج منها في النظم والمعلومات. بتقدر تشغل في مجالات كتيرة. الفكرة كلها ان انت تكتعد في مثل هذه المعاهد. تمام كده? وعندك برضو مع دول اللغات وباسوان. متين اتنين وعشرين. وطبعا من انساش كلية تربية رياضية. تربية رياضية برضو من الكليات الممتازة. وعلى فكرة يا ما ناس تخرجوا منها وعملوا بعد كده دراسات عليا. واشتغلوا في اندية واشتغلوا في اماكن ما شاء الله بمرتبات كويسة جدا. اما حاجة يا شباب الاجتهاد. فانت لو قعدت تقلب كده لحد بقى خمسين في المية. هتلاقي فعلا حاجات جميلة. انا حبيت بس ان انا اطمن حضراتكم. علم علوم. علم رياضة. وان شاء الله نتكلم عن قدبي برضو. ان انت عندك حاجات كتيرة بس الفكرة ازاي ترتب هذه الحاجات. وايه هي رغبات حضرتك. وزاي تحط البدائل للكليات اللي فاتتك. لو انت حابب فعلا مثلا كلية زي كلية التمريد. وفاتتك كلية التمريد ممكن تكتب المعاهد الفنية للتمريد المتبقية في المرحلة الثالثة لو أنت كنت حابب كلية الأداب وكتبتها في أول مرحلة الثالثة ونفسك برضو تخش حيث تتعلم لغة ممكن تكتب المعاهد بتاعة اللغة وهكذا يا شباب لو أنت عايز هندسة وفتك كلية الهندسة عندك حاجتين عندك المعاهد العالية المتخصصة الهندسية وهي معاهد خاصة يا شباب بس حكومية ومعتمدة طالما بتظهر لحضرك في التنسيق بس طبعا بمصرفات عالية شوية فهي بتتخرج منها معاك بكالريوس هندسة لو أنت لا تحبب هذا الموضوع ممكن تخش مع تفني ري ومساحة أو مع تفني صحي وتجتهد فيه وتتفوق فيه وتخش بعد كده إن شاء الله كلية الهندسة أو مع تفني تجاري وبعد كده تخش وتكمل كلية التجارة الحقيقة عندك حاجات جميلة وحاجات مفيدة جدا تقدر إن شاء الله ترتبها على حسب ميول سيادتك وقدرات حضرتك تمام كده يا شباب ومن ننساش كمان المعاهد العالية بتاعت التكنولوجيا للعلوم الصحية التطبيقية مرضو من الحاجات الجميلة ربنا وفقك يا شباب أي حاجة عايزين أكتبوها في التعليقات ومن تنسوش معاكم إستر أحمد بيشرح لغة إنجليزية أقول لعداد المنهج الجديد على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو أنت أول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك ودوس لايك وتنساش تفعل الدرس عشان يجيلك كل جديد وتشاير الفيديو عشان غيرك يستفيد